غزة توقفت فيها الحياة بشكل شبه كامل وخرجت من الخدمة 94 مقر حكومة خرجوا من الخدمة خلص يعني 94 بناء حكومية في غزة اتدمروا 253 مدرسة تم تدمروا 71 مسجد دمروا تماما سبع كنايس دمروا تماما يبقى كنايس اتدمرت مساجل اتدمرت مدارس اتدمرت مستشفيات اتدمرت بيوت اتدمرت يعني ارقام مخزية وفظيعة عندي 11 240 شهيد حتى هذه اللحظة 11 240 شهيد منهم 4 630 طفل منهم 3 130 امرأة عندنا 41 120 بيت اتهدموا 41 ألف بيت 41 ألف عمارة اتهدوا لما تشوف 41 ألف مش عمارة واحدة ولا اتنين ولا عشرة ولا اربعتاشر ولا مية واربعين واحد واربعين ألف مش ألف بيت 41 ألف بيت اتدمروا اتدمروا على مقتنياتهم على منقلاتهم بيوت باللي فيها الناس ماتت واللي هرب هرب واللي نزح نزح والبيوت اتدمرت 41 ألف بيت ومية وعشرين واربع وتسعين مقر حكومي ومثين تلاتة وخمسين مدرسة واحد وسبعين مسجد سبع كنايس وعندي تسع وعشرين ألف إصابة سبعين في الماء منهم أطفال عندي مية تسع وتمانين كادر طبي طبيب مات استهدفوا دي الحصيلة يا جماعة بالأرقام دي الحصيلة المخزية بالأرقام دمار العنوان العريض دمار العنوان الكبير خراب العنوان الأكبر دماء يا جماعة غزة أصبحت سرادق عزاء بلا معزين لأن كل الناس ماتت المدارس بلا أطفال لأنه الأطفال استشهدوا أنا فيه لوحة موجودة كانت بيقولك كل الأطفال في فلسطين خادوا الشهادة لأنهم ماتوا مش خادوا شهادة التعليم لا دي ماتوا خلاص مدارس متين تلاتة وخمسين مدرسة خلاص بقت خرابة لا تعليم لا صحة لا أكل لا شرب لا كهربة لا مية لا حياة وبتقول من الطرف التاني انت عايز تعيش في سلام أنا يعني بمنتهى التجرد بقول لهم لا أمان ولا أمانة ولا استقرار ولا سلام مع الدماء ترجمة نانسي قنقر